وكأن حزب الله لم يكتفي برفع أعلامه في الجامعة اللبنانية في الحدث احتفالا بانتصاراته في سوريا بل وصلت الأمور إلى حد تحويله حرم الجامعة إلى مكان لمجالس العزاء فالجامعة التي بناها الرئيس الشهيد رفيق الحريري في نقطة جغرافية محددة لتكون ملتقى شباب لبنان بكل أطيافه لتخرج أجيالا بعيدة عن الطائفية والحقد والمذهبية أصبحت اليوم تخرج شهداء للحزب محمد إبراهيم إبراهيم يبلغ من العمر 19 عاما من النبي أيلى البقاعية قتل في معارك القلمون وهو طالب في الجامعة اللبنانية في كلية العلوم الاقتصادية وإدارة الأعمال وهؤلاء الطلاب الذين من المفترض أن يكونوا خلف مقاعد الدراسة هاهم يصلون عن روحه في الباحة الخارجية كما دعوا للمشاركة في ندبة خصصت له تلاها فطور عن روحه وفي آخر إحصاء لقتل الحزب في القلمون السوري فقد بلغ في أقل من 24 ساعة ستة قتلة وهم بالإضافة إلى محمد إبراهيم إبراهيم باسل داود رحم من عيت الشعب محمد جواد ناصر من كفر حتى وعبدالله عبد المحسن عطية من جوية وعلي سقر من بيروت وأحمد البزال من البزالية وقال الحزب في بيانات نعي لهؤلاء نشرت على مواقع مقربة منه إنهم ارتفعوا أثناء قيامهم بواجبهم الجهادي المقدس في التصدي لمرتزقة الكفر والوهابية وبحسب بيانات النعي فهم من عداد قوات الردوان التي تعتبر نخبة حزب الله وأمام هذا المشهد يبقى أن نسأل من جديد أين هو رئيس الجامعة عدنان السيد حسين من كل ما يجري في حرم الجامعة